صباح الخيار اليوم سوف نشرح درس كنتروف المقرار عليكم في النخط بعروض الحال قبل ما ندخل في الدرس لازم نعرف عنه ايه الحال الحال هو ما علي الانسان يعني ايه ما علي انسان يعني لو هاسيك ونا دخلق بقولكم صباح الخيار كانت تعبرات وشي بالدول النمى لانا مبتسمة لانا حزينة الابتسام والحلم ده هو ده الحال طيب لو جينا قلنا ايه هو تعريف الحال هنقول هو اسم مكرة منصوبة تبين هيئة صاحبها المعارض ويصبح الاجابة عن سؤال يبدأ بكلفة لو انا اللي دخلت عليكم فصل مبتسمة الابتسام دي هي الحال دي حالتي ان انا كنت مبتسمة طيب من صاحب الحال مش هي حالتي انا يبقى انا صاحب الحال واشتركنا في التعريف ان صاحب الحال يكون معرفة طيب فحانا ناخد امثلة متعرف اكتر على الحال اول حاجة لو جينا قلنا حضرة الاستاذ متسمة احنا لسه قلنا حالا في التعريف ان الحال اسم مكرة تبين هيئة صاحبها المعارض طيب وليسه برضو قلنا ان الحال ما عليك الانسان وقلنا ان الحال هو يصلح للاجابة عن سؤال يبدأ بكلفة طيب دلوقتي انا لو قلت كيف حاضرة الاستاذ كلك هتقولون ايه مبتسمة يبقى انا عندي كلمة مبتسما دي الايه الحال طيب تعالوا نشوف هي بيات هيئة صاحبها ولا لا او بياتة اللي هو مين صاحبها الاستاذ طيب وصاحبها ده معرفة ولا ماكنة معرفة يبقى انا عندي لو جيت اعرف مبتسما هقولي مبتسما حال منصوبة وعلامة النص الفلس طيب تماما لو كنا قلنا جاء الطلاب مصرورين كيف جاء الطلاب مصرورين طب ليه قلنا مصرورين ما قلناش مصرورون احنا ليس تقالين في التعريف ان الحال دائما منصوبة يبقى انا عندي مصرورين عشان جمع مذكر ثانا فتبقى منصوبة بليات طيب فين صاحب الحال كل صاحب حال انا عملاه لون معين لون الاذراء طب نتأكد ان ده صاحب الحال هلاقي الكلمة معرفة وان الحال بيانت هيئة صاحبها نفس الكلام لقرد شاهدته الطبيبات مصرورة كيف شاهدته الطبيبات؟ حالهم كان ايه كانوا مصرورين يبقى انا عندي مصرورات دي الحال فانقول الحال منصوبة بالكثرة لانها جمع مؤنس سالم واحنا خدنا في علامات الاعراق ان الجمع المؤنس سالم يرفع بالضمة وينصب ويجار بالكثرة طيب انا عندي الحال ده نوع واحد ولا انواع؟ لا انواع ايه هي انواع الحال؟ اول حاجة الحال المفردة ثاني حاجة الحال الجملة ثالث حاجة شبه الجملة طيب النوع اللي احنا بنتكلم عنه ده ايه؟ ده الحال المفردة يعني ايه مفردة؟ يعني كانت كلمة واحدة اي ليست جملة ولا شبه جملة طيب هديك تقولي لي ان مفردة من ناحية النوع ولا من ناحية العدد؟ هقولك لأ هي مفردة من ناحية ايه؟ نوعها نوعها مفرد مش من ناحية عددها لان انا عندي مسروريين جمع ومسرورات جمع هل ده يمنعها انها تبقى حال مفرد؟ لأ انا قلت نوع الكلمة لفتها مفردة يعني ليست جملة ولا شبه جملة طيب لو جيت قل ونافس محمد زميلة متحبين لو انا قلت كيف ونافس محمد زميلة هقول متحبين يبقى انا عندي متحبين هي الكلمة النكرة وقلوا متحبين حال منصوبة وعلامة نصبها الهياء تمام في ملحوظة مهمة جدا لازم ناخد بالها منها ايه هي الملحوظة دي؟ ان انا عندي صاحب الحال ده ممكن يبقى فاعل زي الاستاذ والاستاذ فاعل مرفوع علامة رفع قدمه ممكن يبقى مفعول زي الطبيبات ممكن يبقى فاعل ومفعول طب ازاي فاعل ومفعول؟ مين اللي بينافس محمد وزميله؟ محمد فاعل وزميله زميلة مفعول يبقى انا عندي هنا صاحب الحال جالي فاعل ومفعول الاثنين معك يبقى لازم اخد بالي ان دايما الحال او معظمه يجي في الجملة الفاعلية ده من نسبه للحال المفعول طيب تعالوا ناخد الحال الجملة انا عندي الجمل نوعين ايه وايه؟ خدناها قبل كده ان الجمل لاما جملة اسمية او فاعلية الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم الجملة الفاعلية هي التي تبدأ بفعل تمام؟ يبقى انا عندي لحال ممكن يجيلي جملة اه ممكن يجيلي جملة مفيش ايه مشكلة واحدد اشوف هو اسم ولا فعل فعل يبقى ده حال جملة يبقى دي جملة فاعلية ومش هقول بقى حال منصوب لا هنطلوها الاول وهقول لكم يا ربو اسمي لو قلت دلوقتي رجع الابو من العمل يبتسم كيف رجع الابو من العمل؟ هنقول يبتسم يبقى انا عندي يبتسم دي لحال اللي بينت هيئة صاحبها اللي هو الاب اللي انا زي ما قلت صاحب الحال من لوناه باللون الازرد وكمان لو انا جيت بسيط يبتسم دي حال مفرد او حال جملة يبتسم دي فعل مدارع يبقى تبقى تحت بند الحال الجملة طيب تعالوا نشوف مع بعض دي جملة ايه مش هنقولنا اللي بتبدأ بفعل الجملة الفعلية يبقى دي هقوله تبديها عربها ازاي؟ هقوله الجملة الفعلية فيه محل نص حياة طيب دي كلمة واحدة هيئس لأ تبترفع ضمير مستطر تقديره هو يبقى انا عندي الرابط هنا في الجملة دي هو ايه ده شمال هنالك ما قلناش رابط لا الحال مفرد ما بيحتاجش اي رابط هو شرط الوحيد انه بيطابق صاحب الحال في النوع والعابط طب ايه الحال الجملة؟ الحال الجملة لازم يشتمل على رابط طب الرابط ده انا محتاجه ليه؟ عشان يربطه بصاحب الحال مين اللي بيتسم؟ هو مين الاب؟ يبقى هنا فيه ضمير مستطر تقديره هو الضمير ده بيعود على مين؟ علي انا؟ ولا على صاحب الحال؟ اللي هو الاب على صاحب الحال يبقى انا عندي من شرور الحال الجملة تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال طب ايه الروابط دي؟ هما نوعين الضمير سواء كان ظاهر او مستطر او واو الحال حين الرابط كان الضمير طب لو قلت اقبل الفائز وجهه مشرق تمام؟ كيف اقبل الفائز وجهه مشرق؟ وجهه مشرق دي بيانت هيئة صاحب الحال طيب فين الرابط هنا؟ اتأكد منين ان دي حال الجملة؟ اول حاجة قبل ما اشوف الرابط اشوف وجه وجه دي اسمه ولا فعل؟ دي اسمه يبقى دي حال جملة جملة ايه؟ اسمية طيب اتأكد منين ان دي حال الجملة؟ اشوف الضمير ضمير عندي هنا بارز ولا مستطر؟ وجههه يبقى الهائة التانية دي هي دي ضمير اللي بتعود على الفائز اللي هو صاحب الحال يبقى دي الرابط وقل له والجملة الاسمية في محل نص حال تمام؟ لو قلت هاجم الجنود والشمس ساطع طيب كيف هاجم الجنود والشمس ساطع؟ الشمس دي اسمه ولا فعل؟ الشمس اسمي يبقى دي حال جملة اسمية بغيانة هيئة صاحبها اللي هم ممنين الجنود طيب فالي الرابط في الجملة دي؟ احنا لسه قلنا انواع الروابط الضمير سواء كان بارز او مستطر واو الحال هنا الضمير ايه؟ واو الحال يبقى دي الجملة الاسمية في محل نص حال عيدا منتصر وهو متفاعل عندي هنا كم رابط؟ انا عندي واو ادي كده اول ضمير جواو الحال اول رابط سوري جواو الحال ثاني رابط هو اللي هو الضمير انا عندي ممكن يجي اكتر من الرابط؟ اه يبقى انا عندي الجملة ممكن يبقى فيها رابط واحد سواء كان الضمير بارز او مستطر انا اللي بقدروه او واو الحال او الضمير والوعو وهو متفاعل انا عرف من الضمائر من المعارف وتنضم لحال الجملة الاسمية هقول له واو الجملة الاسمية في محل نص بحالي طيب يبقى اخنا كده لو جينا قلنا ايه هو الحال الجملة؟ هنقول ما كانت جملة اسمية او فعلية طب ايه شرطها تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحل وعرفنا الرابط يربط طب اعربها بنقول حال منصوب؟ لا بنقولش حال منصوبة خالص بنقول الجملة تكون في محل نص حالي كده نقص لنا نوع واحد وهو شبه الجملة احنا خلنا قبل كده وعرفنا اللي شبه الجملة اللي هو بيكون الظرف او الجار والمكرور سواء كان زرف الزمان او المكان جلس محمد في صمت كيف جلس محمد هنقول في ايه؟ في صمت طب انا بيينت هيئة جلس محمد اه في صمت يبقى انا عندي كل في صمت دي تضمنت تعريف الحل نتأكد اكتر نسحب الحل مكر تماما يبقى انا عندي هقول له في صمت انا عرفة اندي جار ومكرور يبقى اقول له شبه الجملة الجار والمكرور في محل نص بحال طيب دي بتحتاج رابط؟ لا ما بتحتاج لرابط طب لو جينا قلنا تذكر منتطر زميلة بين الزئاب هيئة تذكره زميله كانت بين الزئاب كيف تذكر زميلة كانت بين الزئاب يبقى انا عندي اقول له دي حال شبه الجملة يبقى انا اقول له شبه الجملة هنا في محل نص بحال اللي هي بين الزئاب لو كتبت بينا بس هي دي الإجابة صح مفيش اي مشكلة طيب في ملحوظة مهمة لازم نقولها ان انا عندي الجمل بعد المعارف احوالي الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعد اللكرار صفات يعني اي جملة بعد معرفة او شبه الجملة تعرف حالي بس بشرط انها تبين هيئة صحي وبكده يبقى انتهى درسنا النهاردة في ملحوظة تانية ممكن نقولها ايه الملحوظة دي؟ ان انا عندي هل ممكن صاحب الحال يكون فاعلا مفعولا به؟ فاعب ومفعول زي ما احنا قلنا في الامس قد تتعدد الحال رجع المتفوت مبتسما وجاهه مشرك مبتسما حال وحال مفرد وجاهه مشرك حال قد يحظف الفعل وصاحب الحال كما في جواب الاستخدام لما يجي اسأل لو هيحطي وقاله كيف عدت هيقول لي راكبا اصل الكلام كان ايه؟ عدتوا راكبا طفين صاحب الحال هنا ضمير اللي هي التاء ضمير البابل في محل رفع فيها وانا عارف ان انت مائر منك عارف هنا تدمر شرط صاحب الحال وكده انتهى درسنا النهاردة